اسم الدرس أتدرب على حل المسائل أولاً اقترض مواطن مبلغاً مالياً من بنك الإسكان لبناء منزل على قطعة أرض يملكها أرجع هذا المواطن إلى البنك ما قدره؟ أربعة وثلاثين مليون ومائتين وثمانين ألف ومائة مليم أقصاة شهرية متساوية على مدى خمسة عشر سنة أحدد قيمة القصد الشهري الواحد الإجابة قيمة القصد السنوي الواحد أربعة وثلاثون مليون ومائتين وثمانون ألف ومائة على خمسة عشر يساوي اثنين مليون ومائتين وخمسة وثمانين ألف وثلاثمائة وأربعين مليم قيمة القصد السنوي الواحد على عدد أشهر السنة الواحدة يساوي اثنين مليون ومائتين وخمسة وثمانين ألف وثلاثمائة وأربعين مليم على اثني عشر يساوي مائة وتسعين ألف واربعمائة وخمسة وأربعين مليم يمثل المبلغ مائة وستة وعشرون دينار من القصد الشهري الواحد أصل الدين أحدد قيمة الفائذ الجملي لهذا القرض بطريقتين مختلفتين الإجابة الطريقة الأولى قيمة الفائذ الجملي للقصد الواحد يساوي قيمة القصد الشهري الواحد إلا أصل الدين من القصد الشهري الواحد بالمليم يساوي يساوي مائة وتسعين ألف أربعمائة وخمسة وأربعين مليم إلا مائة وستة وعشرين ألف مليم يساوي أربعة وستين ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين مليم قيمة الفائذ الجملي لهذا القرض قيمة الفائذ الجملي للقصد الواحد في عدد أشهر السنة الواحدة في عدد الأقصاط يساوي أربعة وستين ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين في اثني عشر في خمسة عشر يساوي ستين مليون وإحدى عشر ألف ومائة مليم الطريقة الثانية قيمة الفائذ الجملي لهذا القرض قيمة المبلغ المدفوع للبنك إلا أصل الدين من القصد الشهري الواحد بالمليم في عدد أشهر السنة الواحدة في عدد الأقصاط يساوي أربعة وثلاثين مليون ومائتين وثمانين ألف ومائة مليم إلا مئة وستة وعشرين ألف في إثني عشر في خمسة عشر يساوي أربعة وثلاثين مليون ومائتين وثمانين ألف ومائة مليم إلا ثمانية وستين مليون واثنين وعشرين ألف مليم يساوي إحدى عشر مليون وستمائة ألف ومائة مليم ثانياً هيأ العم ميسك بمدرسة المنارة حديقة في شكل مربع قيص ظلعه إثنين ديكا متر ورسم وسط الحديقة حوظاً دائرياً قيص شعاعه عشر متر ومركزه نقطة تقاطع الموسطات العمودية لأضلاع المربع غرس العم ميسك بالحوظ الدائري ستمائة وثمانية وعشرين نبتة زينة بمعدل نبتتين في كل متر مربع وزرع المساحة الباقية من الحديقة المربعة عشباً أخضر ثم أحاط الحديقة بمرصوفات قيص طول الواحدة بالسنتيمتر خمسة وعشرين أرسم تصميماً للحديقة بعد تهيئتها معوضاً كل إثنين متر بواحد سنتيمتر الإجابة قبل رسم التصميم نقوم بتحويل جميع القياسات إلى وحدة المتر من ثم البحث عن كم تمثل بالسنتيمتر على التصميم قيص ظلع المربع على اثنين ديكامتر يساوي عشرين متر في الحقيقة يساوي عشر سنتيمتر على التصميم قيص شعاع الحوض الدائري يساوي عشر متر يساوي خمسة سنتيمتر على التصميم ما مساحة المنطقة المعشبة؟ الإجابة مساحة القرص الدائري المساحة تساوي الشعاع مربع في بيء يساوي الشعاع في الشعاع في بيء يساوي عشر في عشر في بيء يساوي ثلاثمائة وأربعة عشر متر مربع إذن مساحة المنطقة المعشبة مساحة المربع إلا مساحة القرص الدائري يساوي أربعمائة إلا ثلاثمائة وأربعة عشر يساوي ستة وثمانين متر مربع ما عدد المرصوفات اللازمة لإحاطة كامل الحضيقة بأكثر من طريقة؟ الإجابة الطريقة الأولى نبحث عن محيط الحضيقة بالسنتيمتر طول الظلع في أربعة يساوي عشرين في أربعة يساوي ثمانين متر يساوي ثمانية آلاف سنتيمتر إذن عدد المرصوفات اللازمة يساوي محيط الحضيقة بالسنتيمتر على قيس طول المرصوفة الواحدة بالسنتيمتر يساوي ثمانية آلاف على خمسة وعشرين يساوي ثلاثمائة وعشرين الطريقة الثانية عدد المرصوفات على الظلع الواحد قيس الظلع الواحد على قيس طول المرصوفة الواحدة بالسنتيمتر ألفان على خمسة وعشرين يساوي ثمانين بالتالي عدد المرصوفات في الجملة ثمانون في أربعة يساوي ثلاثمائة وعشرين يساوي ثلاثمائة وعشرين